موسيقى موسيقى اهلا بكم كل عزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم الان في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دلوقتي واحنا بنسجل كمان احنا بنقول زلزالين في زلزال حالا ضرب ايضا تركيا وتركيا تهتز الان من جديد غير المعاناة معاناة لا يتحملها البشر هنجيب لكم ماذا يحدث تركيا الان والنهاردة قلنا الثلاثاء اربعتاشر مارس الفين تلاتة وعشرين ويلا بينا نشوف المواضيع بالتفاصيل علشان ما نطولش على حضراتكم وقبل ما نبدأ لازم نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء نحن في عصر غريب وعام غريب دي المحدثة لحظة بلحظة عندنا هنا تركيا يا جماعة ودي التقاء تركيا مع سوريا ومنطقة قهرمان مرعش بالذات لو قفنا كده هنلاقي ادي زلزال اربعة وستة من عشرة فين فيه كجل او مش عارف هنطق الاسم بصراحة هنجيب لكم المكان بقى مكتوب بالزبط لان الاسم مكتوب بالتركي فيه تركيا التاريخ اربعتاشر مارس الفين تلاتة وعشرين الساعة اربعة وتسعة وربعين دقيقة الساعة اربعة وتسعة وربعين دقيقة يوم اربعتاشر مارس السلساء وبعديه على طول زلزال تاني برضو بقوة اربعة وستة من عشرة يوم اربعتاشر مارس في حتة اسمها افصين تركي طيب ده اللي ظهر دلوقتي على الخريطة ونحاول نعمل ريفريش للخريطة هل في حاجة تاني ظهرت واحنا بنكلمكم ولا لأ عندنا هنا برضو زلزالة اللي احنا قلنا عليه بتاع تركيا هنخش هنا هنلاقي دلوقتي حالا زلزال اربعة وتمانية من عشرة في تركيا يوم اربعتاشر مارس الفين تلاتة وعشرين اربعة وتمانية من عشرة وده خطر جدا 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 ليه خطر جدا اولا هو في كهرمان مارعش في تركيا في مركز الزلزال المدمر اللي جه تاني حاجة انه على عمق اتنين كيلو متر يعني اربعة وتمانية من عشرة على عمق اتنين كيلو متر ده معناه انك ممكن يحسوا بيقى كنه سبعة تمن درجات ولو رجعنا تاني انا عايزك بس تقرأ التواريخ والساعات وانه هو بيقوله ده في سنترال تركيا او في قلب تركيا لو عملنا كده وعملنا تاني ريفرش علشان نجيب اخر زلازل حاليا بالزبط هنلاقي ده او على بعد اتنين كيلو متر اربعة وتمانية من عشرة في سنترال تركيا ودي قلنا تاريخه اربعتاشر اه تلاتة الفين تلاتة وعشر من سبعة واربعين دقيقة لسه بقى ما تسجلش على الخريطة دي هذا الزلزال اللي لسه حاصل من دقيقة الساعة خمسة ونص مساء بتوقيت مصر خمسة ونص يعني وانا بسجل وانا ببدأ تسجيل زلزال جديد بقوة اربعة وتسعة من عشرة يضرب تركيا وده في جريدة الاسبوع التاريخ السلساء اربعتاشر مارس الساعة خمسة ونص بتوقيت مصر يعني وقت التسجيل هذا الفيديو واعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان عن هزة ارضية بقوة اربعة وتسعة من عشرة درجة على مكياس رختر في كهرمان مرعش وفقا لما نقلته قناة العربية وفي الشهر الماضي ضربت زلزال كذا وكذا واعلنت المندوبة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانماء في تركيا لويزا فنتون ان خسائر الزلزال التي ضربت جنوبي تركيا تتجاوز الميت مليار دولار يعني في دول عظمة وكبرى الاحتياط بتاعها بيعمل عشرين تلاتين مليار دولار تخيل ده بقى الخسائر بس ميت مليار دولار يعني تركيا محتاجة سنوات وسنوات لاعادة البنية الاساسية فقط من هذا الضمار غير اللي بيحصل كل يوم وما زالت تركيا تهتز واربعة وتسعة من عشرة يعني خمس درجات تقريبا ده خطر جدا وعلى بعد برضو اتنين كيلو من سطح الارض طيب معانا ايه تاني تأكيدا لهذا اهو تركيا هزة ارضية بقوة اربعة وتسعة من عشرة درجة تضرب مدينة كهرمان مرعش وده من دقايق في الشروق والتاريخ فوق السلاساء اربعتاشر مارس الفين تلاتة وعشرين الساعة خمسة ونص بتوقيت القاهرة خمسة ونص مساء بتوقيت القاهرة ونقرأ هنا برضو نشر في السلاساء اربعتاشر مارس ساعة خمسة ونص اه قالت ادارة الكوارس والطوارئ التركية النهازة ارضية بقوة اربعة وتسعة من عشرة درجة على مكياس رختر ضربت مدينة كهرمان مرعش وذلك بحسب ما افادته وسائل اعلام تركية مساء اليوم السلاساء وارتفع عدد القتلى كذا كذا القتلى حتى الان في تركيا اربعة وخمسين الف اه قتيل او اربعة وخمسين الف انا ما بقولش عليهم قتلى وبقول عليهم ضحايا او شهداء ولكن الكلام اللي بيتقال ان كلام الراجل الهولندي حتى الان يتكرر حتى الان يعني يتحقق وينيجي هنا فيه جريدة الوطن ادي جريدة الوطن بتاريخ الاثنين تلتاشر مارس جه جيب الساعة اتناشر بالليل جه يوم اه امبارح بالليل وطبعا ما كانش الزلازل دي حصلت وقال كده بيحذر من مع قصرة نجيب بس البيان بتاعه مع قصرة توقعات للزلازل وصادف احدها النجاح بحدوث كذا واشار الى حدوثه كبلة كذا وجاء في التحذير الجديد من العالم الهولندي فرانك انه يتوقع حدوث زلزال كبير بين 16 و 19 مارس وضمن التحذير الجديد من العالم الهولندي فرانك اوضح ان هناك تموضوعا للكواكب مثير الاهتمام سيظهر اليوم الاسنين يتحول الى حرج ما بين يوم 15 ل 17 مارس وهو ما قد يؤدي الى حدوث نشاط زلزال كبير بين 16 و 19 مارس الجاري وكان عالم الزلازل كذا 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 وخبير لبنان يرد عليه والدنيا ولكن الكلام اللي بيقوله يعني زلزال النهاردة او الزلزالين التلاتة اللي جوا من النهاردة منهم واحد تقريبا خمس درجات ده يوضح ان فيه شيء برضو غريب بيحدث لان التوابع ما بيجيش كده وبعدين اي توابع يا جماعة تقعد قدلها شهر واسبوع بالطريقة دي او 40 يوم توابع بالطريقة دي الخمسة الخمسة دي بتوقع بودن يعني الخمسة دي ممكن تيجي في مدينة وتوقع بيوت وتعمل للدنيا فهنشوف وقولنا دايما احنا بنقول بالمصري خليك المية كدب الغطاس او خليك مع الكذاب لغاية باب الدار وقادينا بنشوف عندنا بقى حالة او معاناة غير عادية بيعنيها الاطراك الان وهي في ظل المعاناة الشديدة وعدم النوم والرعب اللي عايشين فيه غرق خيام ضحاية زلزال في تركيا الجو والطقس غير عاديين الان في تركيا وامطار غزيرة وعاصفة ويعني شايفين الامرين وده نشر في السلساء 14 مارس الساعة اربعة ونص دلوقتي تسببت الامطار الغزيرة التي سقطت على جنوب شرق تركيا في متاعب للمشردين في منطقة الزلزال حيث اغرقت ميها الامطار الخيام في مدينة الاسكندرونة بمقاطعة خطاي حيث بما ذكرت وكالة انباء دي اتش اي التركية اليوم السلساء واظهرت الصور برق الطين والوحلة التي تشكلت حول الخيام ونشرت السياسية المعارضة جنان كافتانجي اغلق مقطعا مصورا عبر موقع تويتر يظهر ابراءة تبكي وتحاول اخراج الماء من خيمتها باستغلام ممساحة كذا وقالت اغلق انها لم يتم بعد استعاب اشخاص في مدن كذا وكذا وكذا كلام كتير جدا طبعا ومعاناة للبشر مش هنعد نتكلم نجيب هذه المعاناة ولكن يا جماعة الشعب التركي يعني اللي بيشوفه دلوقتي معاناة لن يتحملها حد المدة 40 يوم وهنا المعاناة لم تنتهي والامطار الغزيرة تغرط خيام ضحايا زلزال في تركيا وأرجوكم ادعوا لهؤلاء البشر ادعوا برضو للموجودين والمعاناة الموجودة في سوريا والمعاناة الموجودة في تركيا تركيا هي اللي عليها لاسباب سياسية كتير هي اللي عليها الأنظار ولكن أنا بقول لكم في سوريا في معاناة برضو ولم يتحملها البشر فأرجوكم ادعوا هذا الطفل البريء ماله انه هو يقعد دلوقتي ما بين هذا الحطام والركام والمياه والامطار والبرد ونفس الكلام اللي جبناه نشاهد جنوب شرق تركيا كذا وكذا وكذا فأرجوكم يا جماعة ادعوا لهؤلاء الناس وفي روسيا كمان زلزال خمسة واحد من عشرة في روسيا النهاردة الثلاث اربعة وعشر وزلزال في كهرمان مرعش اللي احنا جبناه من شوية ودي الاخبار اللي بقينا دلوقتي ولكن دعائنا الى اهالي تركيا واهالي سوريا ودعائنا الى كل الشعوب البريئة في العالم بان يرحمها الله من المعاناة اللي هم فيها ودعائها لاهالي الوطن العربي كله اللي بيعانوا كمان من المعاناة في الطعام والاكل وهم دخلين على صيام وعلى رمضان فارجوكم الدعاء للجميع والدعاء لانفسنا ان يرحمنا الله من يعني شياطننا شيطان الانسان ساعت تلاقي حتى بصوا في الردود في ناس اكن يعني ركبها عفريد خش انت يا عم بتعمل فيديوهات انت بتكسب فلوس احنا فيه ناس انت فيه مثلا سبعة تمانية شغالين في هذه القناة بيتعب وتعب مميت فحتى يا اخي بنجيب لك المعلومة حتى لو كان فيه مكسب او لو كان فيه عاجة انت تكره ليه لغيرك ان حد ممكن يكسب من تعب ومن عرق ومن مجهود فاحنا بقينا عندنا حقد غير عادي عندنا كره لنفسينا كره للي حوالينا عن بقينا يعني يعني غضب الله ده مش جاي كده وخلاص احنا اغضبنا الله في كل شيء ما بقاش الواحد زي زمان يفرح لغيره يحب لغيره الخير يحب لغيره الصحة ويحب لغيره انه يكون احسن لكن احنا بقينا نحقد على بعض ونكره بعض ونكره نفسنا ونكره اهلينا ونكره اخواتنا وبقينا حاجة لا تطاق فادعوا لله ان يرفع غضبه ومقته عننا اللهم ارفع غضبك ومقتك عننا خيلنا اللي احنا فاكرين ان احنا كده يعني ناس احسن ناس احنا يا جماعة بنا تقهقر لورا كتير جدا وربنا يرحمنا من انفسنا اه في نهاية الفيديو بشكر حضراتكم بقولكم دايما اقولوا الدعاء اللهم نستوضعك الارض ومن عليها دايما يا جماعة ما تنسوش اه ان انتو تعملوا اللايك وتعملوا اعجاب الفيديو انشروا الفيديو اه ادعموا القناة اه يعني ساعدونا في نشر الثقافة العربية وطبعا ما تنساش اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد شكرا لحضراتكم اترككم فرعاة الله وامنوا استنوني في فيديوهات مهمة جدا والسلام ختام على الجميع